اول فيتشر هنحكي عنا هي الفيتشر تبع الـ Air View والـ Air View هذا يسمح لنا انه ندخل على الـ Gallery مثلا ونعرف شو موجود داخل الـ Album بمجرد منحط القلم على بعد 10 مليمتر من الـ Album فشوف في الصور يفرجيني 2 views اول page وثاني page هذا من بعد 10 مليمتر وهكذا فلما نقرب القلم من الـ Album يعطينا Preview على الصور الموجودة داخله بيشتغل برضو على الفيديو فلو انا فتحت هذا الفيديو على سبيل المثال وعملت له Play حوطي صوت عشان ما يزعجنا شوفوا لما مشي القلم فوق الـ Time Line زي اليوتوب حديثا بيوريني ايش النقطة اللي امكان ابغى اوصل لها مثلا ابغى الدقيقة الثامنة فروح اضغط عليها مثلا فعلا طول بيعمل Forward لهذه النقطة فصار برضو فينا من خلال الـ Air View نشوف الـ Time Line حق الفيديو لو رجعنا لورا حنرجع لورا من خلال الـ Gesture حنتكلم عنها بعدين طبعا الـ Gesture نرجع لورا وحنشوف الـ Air View بيشتغل كيف كمان على الـ Calendar فلو انا فتحت الـ Calendar هنا اللي هي معروفة بالـ S Planner شايفين هنا هذي كل الـ Events فاول محط قلم فوق يوم معين يعطيني Preview على الـ Events الموجودة في هذا اليوم فبيعطينا Preview برضو بيصار بيسمحنا ان ناخد Hand Written Note على نفس الـ S Planner على سبيل مثال خلين امحينا هذي الموجودة لا افترضنا انه انا مثلا هذا اليوم ببقى cancel الـ Event او اجل اليوم مثلا من Monday 3rd of September ل Thursday 6th of September فبروح برسل مثلا هذي الدائرة هنا بحط انه هنا move forward to this day and this is the important event او ممكن اعمل يعني comment معين بيناسبني الى اخرين المهم صارت الـ S Planner Customizable من ناحية اني فيني حط عليها نوت ولما ابغى ارجع على الصورة العادية شوفوا هنا مكتوب Disable handwriting mode بضغط عليها فبيرجع للـ S Planner Default Mode بضغط عليها مرة ثانية وبيعطيني النوت اللي انا كتبتها ما حبيتها مجرد بضغط على Eraser twice حطي Clear All فبروح بيمحي كل شي فصار الـ S Planner بيشتغل على الـ Gallery وعلى الفيديو وعلى الـ S Planner وبيشتغل برضو على الـ Email نفسه فلو انا خليني ادخل على الـ Applications هنفتح الـ Email اللي هو بيجي by default with the device فحيكون عندي ايميلاتينا فلو انا ابغى مثلا نشوف الـ Preview على الـ Body تبع الـ Email شوفوا اول ما حطت Highlight او Hover للقلم فوق الـ Body فبيعطيني Preview على المضمون اللي موجود في الداخل وبرضو بيشتغل على Text Messages خليني افتحنا Text Messages فتحت الـ SMS Messages برضو لما بعمل Highlight او Hover للقلم فوق التكست فبيروح بيعطيني Preview للتكست فهذه من بعض الـ Air View برضو بيشتغل على Lock Screen لو عندك على Lock Screen One Miss Call One Message مجرد من حط القلم فوقه يروح يعطيك Preview على المتصل والوقت اللي يتصل فيه او الرسالة وبعض مضمون الرسالة Air View حقيقة فيتر رهيبة جدا متعلقة بالـ S Pen ومن أجمل الأشياء الموجودة عن Note 2 حنشوف مقاطع أخرى مفيدة إن شاء الله شكرا